موسيقى أهلا بكم اتصفت كل الحكومات التي تشكلت في حقبة الاحتلال الأمريكي بعد العام 2003 بالضعف والهشاشة وتتهم هذه الحكومات ذات الهوية والتركيبة الطائفية والحزبية بأنها المتهم الأول والمسؤول عما آل إليه الوضع العام في العراق من انهيار وترد وفساد متجذر وتبعية للقوى الإقليمية والدولية المتدخلة في الشأن الداخلي العراق وثم تم يؤكد من المراقبين أن هذا الضعف في بنية هذه الحكومات وممارساتها وقراراتها كان ضعفا مقصودا ومتعمدا لرغبة قوى العملية السياسية التي تحاصصت كل هذه الحكومات في إيجاد حكومات هشة وفاشلة لمواصلة هيمنتها على الدولة العراقية وإبقاء عجلة فسادها دائرة كما أنها كانت رغبة أمريكية وإيرانية للإيغال في تهشيم وتحطيم العراق والسطو على مقدرات شعبه الاقتصادية وثرواته ومراكمة المزيد من العذابات والقهر للعراقيين جميعا دون استثناء هشاشة وضعف حكومات مرحلة الاحتلال الأمريكي ومسؤوليتها المباشرة عما آلت إليه الأوضاع في العراق من ترد وفساد عام هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية لماذا اتصفت كل حكومات حقبة الاحتلال الأمريكي في العراق بالضعف والهشاشة والشلالية السياسية وما علاقة النظام السياسي الطائفي الذي صممه الأمريكيون بهذا الضعف المزمن والذي لازم كل حكومات حقبة ما بعد العام 2003 وهل فعلا أن الضعف الذي لازم حكومات الاحتلال كافة كان مقصودا لرغبة قوى العملية السياسية في مواصلة فسادها وهيمنتها على الدولة العراقية وما علاقة حيازة الأحزاب الطائفية الرئيسة للسلاح والميليشيات بضعف هذه الحكومات واستخفاف هذه القوى السياسية المكونة لها بهذه الحكومات ولماذا لم تستطع أي من حكومات مرحلة الاحتلال الأمريكي مغادرة ضعفها رغم كل الحشد الدولي المتعدد المستويات الذي حظيت به العملية السياسية وحكومتها ضيوف الطاولة رفع الفلاحي نوري حمدان قد تصلح أن تكون مركز غسيل أموال أو شركة تعقيب معاملات أما أن تكون حكومة كاملة الصلاحيات فهذا تجن على الحقيقة الحديث هنا عن الحكومة في العراق منذ عام 2003 لما تأسست وما هي صلاحياتها وعلاقتها مع الحاكمين الفائليين للبلاد منذ أن وضع بول بريمر لبنتها الأولى جمعت الحكومة خليطا من هوات السياسة من باحث عن السلطة والمال وحالم بمشاريع طائفية مشحون بثقافة المشروع الإيراني فلم يجد المجتمعون أفضل من نظام المحاصصة ضامنا لاستمرارهم وتنفيذ مخططاتهم فلم تكن الحكومة تمثل هوية الدولة ولا الدستور هو الضابط لها لكن وجود الحكومة والبرلمان والمؤسسات اسميا هو أمر ضروري لشرعنة النظام الجديد دوليا أول ملف أثبت عدم وجود حكومة هو الملف الأمني سلاح منتشر بين كل أفراد الشعب للعشائر سلطة وللميليشيات سلطة أكبر ومن الناحية الاقتصادية كانت إرادات النفط مغارة الكنز الذي بدأت الأحزاب بنهبها ولم تكتفي بذلك بل طالت صفقات الفساد كل القطاعات الاقتصادية الأخرى وأشد من ذلك سوءا اللجوء إلى تجارة المخدرات والمواد الممنوعة فأصبح واقع الحكومة والمؤسسات معطلا على الحقيقة ومصطلحات الهيكلية الحكومية مجرد مفردات تستخدم لإهام العالم الخارجي أن العراق ما زال دولة معترفا بها الصراع السياسي بعد انتخابات عام 2018 بدأ يكشف للعالم عن زي في سلطة الدولة ويظهر الوجه الحقيقي المرعب للدولة العميقة فبدأ العمق العربي يدرك أنه لا يتعامل مع دولة مؤسسات يمكن الثقة بسياستها الخارجية وعلاقتها الدبلوماسية استمرار حالة الدولة واللا دولة في نفس الوقت بالعراق مع تفاقم الخلافات بين الأحزاب أصبح أمرا صعبا لكن المجتمع الدولي إلى الآن يصر على ترقيع الصورة السياسية في العراق عن طريق دعم الهياكل الحكومية والترويج للنظام الديمقراطي المزيف أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث في ضعف وهشاشة حكومات مرحلة الاحتلال الأمريكي ومسؤوليتها المباشرة فيما آلت إليه الأوضاع في العراق من تردي وانهيار وفساد في العراق فساد طبعا حكومي ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي وسيكون معنا عبر اسكايب الإعلامي والباحث السياسي الدكتور نوري حمدان مرحبا بالضيفين الكريمين عيكم الله أهلا والسلام دكتور نبدأ مع دكتور رافع الفلاح دكتور كل حكومات الاحتلال التي تشكلت بعد العام 2003 خمس حكومات أو ست كلها اشتركت في قاسم مشترك مهم وهو أنها كانت حكومات ضعيفة وهشة وفاشلة وخائرة ومرعوبة لماذا هذا الضعف المزمن الذي رافق ولازم كل هذه الحكومات لم تتخلص أي حكومة من لم تنجو من هذا الضعف بسم الله الرحمن الرحيم شكرا أستاذ ماجد وحييك وحيي ضيفك الكريم أهلا وسلم الحقيقة قضية أن تكون الحكومات ضعيفة هذا جزء من مشروع الاحتلال وجود حكومات ضعيفة يعني وجود لا دولة وجود انفلات كامل وجود فوضى وجود رؤوس كثيرة تحكم العراق لذلك أنت عندما تنظر إلى العراق ستجد أن هناك رؤوسا كثيرة في الحكم في العراق وربما وقلناها ونقولها مرة أخرى ممكن أضعف رأس بين هذه الروس هو رأس الحكومة كل الحكومات التي تعاقبت هناك أحزاب وهناك ميليشيات تابعة لها هناك قوى اقتصادية هناك قبل هذا وذاك قوى خارجية إقليمية ودولية هي الرؤوس التي تقود العراق وتوجه سياساتها وتوجه إلى أين سيمضي العراق فبالتالي مشروع الاحتلال عندما جاء إلى العراق لم يأتي لمصلحة العراقين وإجل العيون العراقين جاء لضعاف العراق السبب الأساسي فيه هو ضعاف العراق هناك مشروع يجب أن ينفذ وهذا المشروع يقود العراق إلى الضعف والهوان والانكسار والتشتت والفوضى وهذا ما حصل طوال ساعة السنة مضت هذا ما نشهده العراق من كارثة إلى كارثة ومن أزمة إلى أزمة كلها مقصودة وكلها مدروسة وبالتالي شكل النظام الذي يحكم العراق بالعملية السياسية بهذه التقسيمات الطائفية والعرقية بالمحاصصات هذه الطائفية والعرقية ولكل نحصه هذا جزء من ضعف العراق جزء من تمزيق العراق من تفتيت العراق لذلك شهدنا من عام 2003 لحد الآن الكثير من النوائب كثير من المحان الكثير من الكوارث ويكفي أن نذكر أنه يعني عندما تذكر في بلد مثل العراق لم يعرف ثقافة الهجرة تصل به الهجرة إلى أن يهاجر من من البلد أكثر من عشر ملايين عراق يهاجرون إلى خارج العراق نزوح داخلي لم يشهده العراق في كل تاريخ نزوح داخلي وصل إلى سنة من السنوات إلى ستة ملايين عراق نازحين داخليا نسبة الفقر التي جاءوا وقالوا أن العراق فقير وسنعمل على يعني في عام 2003 هذه الخطابات سنعمل على ازدهاره تمكين المواطن العراقي من امتلاق كل شيء فترة حصار صعبة بعد 13 سنة من حصار قاتل وحقيقي انفتاح وأموال هذا كل كل تبخر وإذا بالفقر يزداد البطالة تزداد الخراب يزداد الأمراض تزداد والشيء المهم على كل ذلك هو الفساد فساد كبير جدا لذلك أنا أذكر يعني مقالة ذكرت في النيويورك تايمز عام 2020 في شهر حزيران عام 2020 كاتب أمريكي جلس في العراق في بغداد فترة طويلة ونتنقل في بعض المحافظات وكتب تحقيق كامل وليس رؤية كتب تحقيق حقيقي عما يحصل في العراق وجد أن العراق بلد يحكمه الفساد ووصف الأموال العراقية ووصف القادة الذين يحكمون العراق بالمجاري الصحية بمجاري المياه الثقيلة الأموال العراقية تدخل بمجاري المياه الثقيلة هكذا وصفها وتذهب إلى الفساد وخراب ويكفي أن نذكر مثلا واحدة من الأمثلة الكبيرة التي نعرفها بلد كان يعتمد على زراعته يعتمد على الصناعة وصل في الحال عام 2017 بعد كم سنة من الاحتلال من عام 2014 14 سنة من الاحتلال يستورد فقط طماطة من إيران بمبلغ مليار وستمائة مليون دكتور قبل أن نستغرب في قضية نتائج هذه الحكومات تداعيات الاحتلال وحكوماته هناك من يتحدث أن هذا الضعف الذي لازم الحكومات الحقيقة لم يكن متعلقا فقط بمشروع الاحتلال وأنه يريد تحطيم العراق وتهشيمه وإضعافه وأنما يتعلق أيضا بأسباب موضوعية أخرى قبل 2003 وما بعد 2003 جملة حزمة تحديات واجهت النظام السياسي وحكوماته ما بعد 2003 هناك مقاومة هناك إرهاب هناك تظاهرات هناك فساد وكلها الحقيقة ساهمت في استنزاف أو إنهاك هذه الحكومات فأضعفتها القضية غير متعلقة بالاحتلال يريد إيجاد منظومة حكومية ضعيفة ليضعف من خلالها العراق هو الاحتلال وجد بيئة وجد إطار يعني يفرز أو يصنع هذه الأشياء عندما يحتل بلد فبالتأكيد ومن الطبيعة تخرج المقاومة نعم هناك مقاومة عندما تحتاج النهوض بالبلد تحتاج إلى قوى تملك رؤية وطنية تملك عقلية تملك قدرات تملك كفاءات هذه غير متوفرة الاحتلال الأمريكي اختار أسوأ المجامع ومنذ 19 سنة لحد الآن داعهم يأتون بمثال واحد يقولون أن هذه شخصية لها فكر لها كارزمة لها رؤية وطنية أبدا لم يقدموا هذه الشخصية ولم يقدمها حزب من العزاب الحاكمة للإرام كل الذين جاءوا بلا فكر بلا هوية بلا ثقافات بلا شهادات حتى شهادات مزورة ومسكوا مفاصل الدولة وكانوا يقولون المؤامرة الإقليمية والدولية عرقلتنا في البناء والارتقاء بالإرام الإقليمية ودولية كل دول الدنيا إقليمية ودولية كانت تقف معهم بالعكس فتحت عليهم من فتاحا يستغرب ويدهش العالم كله بالهراوة الأمريكية أيد النظام الموجود وما زالوا يعيد النظام الموجود بما فيه من الممتحدة تقدم له تفرش له سجادات الحمراء في كل مكان دكتور فقط أستأذم منك هذه نقطة نناقشها عن قضية أن هذه الحكومة ظل ضعيفة على رغم من كل هالدعم دكتور نوري مساء الخير مساء النوار نحن نخلق مانجر وتحياتي جزيز جمهوركم الحزيز أهلا وسألت دكتور هناك إجماع من المراقبين والكتاب والمحللين السياسيين على أن حكومات العراق التي تشكلت بعد العام 2003 كانت حكومات ضعيفة وهشة وخائرة ومرعوبة ومرعوبة هل هذا برأيك أنه كان ضعفا لأسباب موضوعية ذكرت قسم منها جانبا الآن في حديثي مع دكتور رافع أم أم كان إضعافا مقصودا ومتعمدا من القوى الداخلية قوى العملية السياسية والقوى التي تشغل هذه العملية السياسية كما يقول دكتور رافع لإضعاف العراق وتحطيمه ضعف أم إضعاف حقيقة أستاذ ماجد هو ضعاف وليس ضعف لأنه التحديات التي أشرت لها أنت جنابك هذه تواجه كل الحكومات بالعالم أي دولة بالعالم تواجه معارضة وتواجه مقاومة خصوصا في بلدان الاحتلال مثل العراق البلد محتلال هذه تحديات تعتبر ولا تعد أنه هي أسباب موضوعية لجعل الحكومة ضعيفة ولكن الحكومة عندما تكون ضعيفة أو حكومة العراقية ضعفها هو إضعاف بداء من لحظاتها الأولى إذا نذكر بعد 2003 مباشرة سلطة الاحتلال أسست بداية مجلس الحكم وما كان هو مجلس حكم بالمعنى الدقيق كان هو مجلس استشاري للحاكم المدني بول بريمان السياسيين العراقيين زعلوا وقالوا ما يصير نحن نصير استشاريين إليه فصاروا اسمهم مجلس حكم فبنهاية المطاف من هذا بدأ الضعف ومن هذا التقسيم بدأت الاحتلال الأمريكي يضع أساليب الضعف وإضعاف الحكومة قبل أن يتم تشكيلها حتى بكل الحكومات المتعاقبة المتعاقبة عفوا نعم الحكومة قبل ما تشكل يهيئونها العوامل المضعفة إليه أسباب الضعف يهيئون لهذه الحكومة حتى تبقى تكون ضعيف هذا واحد يقول ليش الحكومة الأمريكان شنو مصطحتهم تستمر الحكومة ضعيفة لأنه بكل بساطة إذا الحكومة تكون حكومة قوية وحكومة قادرة على إدارة البلد ما هو دور الأمريكان بالنهاية المطافة شي سواء يبقون ينتهي دورهم بهذا المعنى والأمريكان هم لا يريدون أصلا أن يكون حكومة يعني العراق حكومة قوية متماسكة تحكم البلد من شمال إلى جنوب ومن غرب إلى شرق بطريقة حكومة وطنية لا يمكن صنع مثل هكذا حكومة هذا جانب يعني أولا هو من مصلحة الأمريكان حكومة تكون ضعيفة والترجم طبعا هذا أكيد نذكر هذا الموضوع لابد من أن نعود به للأيام الأولى لإحتلال العراق بعد 2003 الخطوات السريعة السريعة التي قام بها قبل تشكيل الحكومة قبل الوصول إلى فكرة الحكومة لم يكن لديه حكومة هو حل المؤسسات الأمنية المؤسسات الرصينة بالدولة حلها وجعل من منتسبيها بكفاءاتهم وبتاريخهم الحريق في هذه المؤسسات هم مهجرين مهاجرين مبعدين عن إدارة الدولة بالتالي من جاء بهم إلى الحكومة هو يعلم جيدا هم غير قادرين على إدارة الدولة بشكل قوي وهم يعلمون أيضا لديهم ضعف وخشية من قادة حقيقيين موجودين على أرض الواقع في الداخل العراقي حتى لا يتمكنوا أيضا من وصول إلى مواقعهم الطبيعية بإدارة الدولة هم أسهموا أو ساهموا بأضعاف الحكومات حتى يتمكنوا هم الآخرين من إدارة يعني استمرار بإدارة الحكومة واستمرار بالأيمنة على المقدرات البلد هذا عاملين أساسيات ليضعاف الحكومة من قبل السياسيين العراقين والأمريكان هناك من يتحدث أن الأمريكان بعد ما انصحبوا في نهاية العام 2011 الحقيقة أصبح أمر تشكيل الحكومات بيد إيران على الأقل بنسبة كبيرة جدا وهناك تقرير لصحيفة غربية ما عدت أذكر اسمه أن إيران الحقيقة عملت على تشكيل حكومات ضعيفة ومحتاج إليها دائما يهرول إلى إيران للمحافظة على هيمنتها ونفوذها في العراق إلى أي حد أيضا كانت مساهمة الإيرانيين في إيجاد حكومات هشة وضعيفة ومحتاجة لها طبعا الدور الإيراني حقيقة لم يأتي متأخرة بل مبكرا جدا يعني الدور الإيراني لم يأتي بعد إعلان انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من الأراضي الحراقية وبقاء هيمنتهم السياسية والاقتصادية بوسائل متعددة بدور الاستفارة الأمريكية بدور القواعد الأمريكية الموجودة لا بالمطلق بعد 2003 مباشرة الدور الإيراني واضح ومباشر بتشكيل الحكومة وتقاسم حقيقي ما بين الأمريكان والإيرانيين في هذه الحكومة وأنا أذكر وأنا شاهد حقيقة قالها لي مباشرة شخص ستار جبار صحفي رئيس تحريق البينة الجديدة تعرفه جيدا هذا الرجل كان مرشح من قبل الإيرانيين إلى أن يكون وكيل وزير الثقافة في الحكومة التي شكلها بريمر ليس بالحكومة أمال علاوي ما قبل الحكومة علاوي وتم استبعاده من قبل الإيرانيين واحتجه على الإيرانيين وهو باللسان قال هالي إنه رفسنجاني أخبره بأنه لا يتحدث بهذا الموضوع لأن الأسماء التي تقدم للحكومة بموافقة الإيرانيين قبل العراقين فالأسماء هم يختارون من داخل الوقت وليس من هذا يعني مو بعد ما انسحبوا الأمريكان إجاء دور الإيران لا الدور الإيراني حقيقة هو مبكر وليس متأخر جاء بالتزامن مع الدور الأمريكي والحقيقة أنه تتحمل مسؤولية إيران كما يتحمل الاحتلال الأمريكي المسؤولية في عافل حكومات المتعاقبة من 2003 لحد اليوم شكرا دكتور رافع يعني هناك من يتحدث الحقيقة أن حكومات الاحتلال كان عملية الضعف أو العضعف مقصود ومتعمد لمصلحة كبيرة لقوى العملية السياسية جميعا بلا استثناء كانوا يريدون هذه الحكومات على الرغم من أن هذه الحكومة أو الحكومات هي حكومات هم يشكلونها لكنهم يريدونها ضعيفة وهشة ويعني من الممكن أن بعطسة تطير في الهواء على الرغم من الشكوى الكثيرة من هذه القوى أن الحكومة ضعيفة ويجب أن تكون قوية وتحافظ على استقلال العراق وسيارة القرار وتمنع التدخلات الخارجية يعني هذا التناقض في هذا الخطاب والممارسة أيهما أقرب للواقع يعني دعني قبل ذلك وسأجيبك عن هذا أعطيك مثالين نعم لذلك أنا تحدثت عن مشروع الاحتلال مشروع الاحتلال جاء ليضعف العراق وجاء بناس بمجاميع هو يعرف تماما واتفق معهم على ضعف العراق بطريقة وبيقرأة سأقول لك يعني جاء ذكر ضيفك على مجلس الحكم نعم في مجلس الحكم بريمر في كتابه عامي في العراق عامي قضيته في العراق نعم يتحدث عن مجلس الحكم الأمريكان يعرفون أنه كل الفترة القادمة هذه تحتها ما ظلت الاحتلال لحد هذا اليوم هي فترات ستفاقم فيها ضعف العراق واستظهر المشاكل والأزمات والكوارث لكي لا أحد يلومهم على النموذج الذي صنعوه وهو نموذج خاص بهم كان يتحدث عن مجلس الحكوم لكي من البداية يرمون الكرة في ملعب العراقين قال أنه هؤلاء لم يناقش قوى العملية السياسية نعم نعم الذي جاءوا بهم نعم وهم يعتبرونهم عراقيين وقيادات وهؤلاء الذين حتى لا يفهم الشعب العراقين أنه هذه القوى نعم هذه القوى قال أنه في كتابه يقول أنه يعني لم يناقشوا شيئا يخص مصالح العراقيين المرة الوحيدة التي ناقشوا فيها واحتدوا في نقاشهم هي عندما كنا نناقش المخصصات الخاصة به هذا واحد الثاني هناك كتاب صدر وشخصية نسائية عراقية وطنية حدثتني كثيرا وقرأت ذلك في الكتاب أنه بريمر عندما كانوا يريدون أن كانوا يتحدثون عن نهضة المرأة العراقية وكانوا يقولون أنه الأنظمة السابقة من تأسيس الدولة العراقية لحد الآن بغض النظر عن شكل النظام جمهوري ملكي كانت قد ظلمت المرأة العراقية ولم تعطيها حقها بهذا الشكل ونحن يعني هذا الزمن الجدي سيعطي للمرأة العراقية حقها وعطوها يعني جزء من برلمان وما عرف ما سموها هذه المهم بعث بريمر على أقل من عشر نساء قسم جاءت من أمريكيا وقسم جاءت من بريطانيا واجتمعوا في مطار في بريطانيا وجاءوا بطائرة خاصة بعث عليهم ركوب بهذه الطائرة أقل من عشر نساء وصولهم عراقية هم يسكنون في بريطانيا وفي أمريكا وجاءوا والطائرة تنتظرهم في المطار طائرة خاصة ونزلوا من الطائرة وذهبوا لقاء بريمر لتشكيل جمعيات نسائية ترعى النساء العراقيات وزع عليهم مبالغ في تلك الساعة اللقاء لم يستغرق إلا 35 دقيقة التقى بهم وبريمر وزع لهم من أموال العراقين 750 مليون دولار وزعت على هذه الأقل من عشر نساء كل واحدة أخذت حصتها وعادوا إلى الطائرة الخاصة وركبوا الطائرة الخاصة وذهبوا ولم يعودوا هذا جزء من محاولة تعميم الفساد تعميم الخراب تعميم السرقة والنهب هذا اللي جاءوا بكل هذه القوى التي عممت هذا الفساد جزء من هذا الفساد هو إنشاء الميليشيات الميليشيات لم تنشئ يعني لم تنشئها إيران فقط ودفعت بدر إلى العراق هكذا هكذا بدون مظلة الأمريكان كانوا موافقين عليها لذلك هم أنشئوا ميليشيات ومولوها لغاء يعني لحد ما انكشفت الأوراق وهم اعترفون أنهم كانوا يمولون هذه الميليشيات يمولونها بالمال والسلاح وكل شيء هذه الميليشيات هذه الميليشيات بأذرع اقتصادية بأذرع سياسية بكل شيء سيطرت على العراق وعممت الفساد لصالح جماعاتها ولصالح أحزابها ولصالح كراسي الحكوم هذه التي تسرق وتؤدي إلى خراب العراق ولا ضعف العراق فبالتالي الكل يعرف أن عامل القوة معروفة يعني مقاومات القوة معروفة ومقاومات الضعف معروفة أيضا مقاومات القوة لا تنطبق على كل الحكومات التي أسست في العراق منذ عام 2003 إلى حد الآن كل الأحزاب وكل قوة العملية السياسية ليس فيها مقاومات قوة وهم قد قبلوا بهذا قبل ذلك يعني حتى من مؤتمر لندن قبلوا بكل الشروط الأمريكية بكل الشروط الإيرانية وجاءوا على أساسها ويعرفون أنهم سيمارسون عملية ضعف العراق وهذا لصالح إيران إيران كلما ضعف العراق كلما تمددت كلما تغولت أمريكا تريد عراق ضعيف إلا أن العراق الذي لديه سياسة خاصة ووطنية يشكل وجع للراس وداع للراس في المنطقة هذا لا يريدونه ويجب أن ينتهي ولذلك قالوا أنه النموذج العراقي سيسقط على مناطق كثيرة يعمم يعمم هذا النموذج العراقي يعمموه بالشكل لذلك كانوا يهددون أنه كل من لا ينصع لنا سيكون هذا النموذج العراق سيكون مصيره ومصير العراق أشكرك وهذا واقع وحتى الكثيرين من الرؤساء الدول محيطة بنا عربية كانوا يتحدثون بذلك هل تريدون أن يصبح مصيركم مثل مصير العراق؟ نعم هكذا كانت هذا الجزء من ضعاف العراق جزء من نموذج ضعاف العراق الذي ما زال مستمر سنتحدث هذه الحكومات لماذا بقيت ضعيفة على الرغم من كل هذا الحجد الدولي لها والذي لم يتوقف منذ العام 2003 وحتى اليوم نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيفينا في طاولة حوار عن أسباب استمرار ضعف وهشاشة حكومات الاحتلال الأمريكي في العراق بعد الفاصل نعود بقو معنا اشتركوا في القناة الرافدين اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تناقش في هشاشة وضعف حكومات الاحتلال الأمريكي بعد العام 2003 ضيوف طاولة دكتور رافع الفلاحي والدكتور نوري حمدان دكتور نوري ايضا هناك من يتحدث عن عامل مهم وجوهري في ضعف حكومات الاحتلال وعدم احترامها والاستخفاف بها وهي حكومات كانت ايضا خائرة ومرعوبة وهو ان وجود الميليشيات وهذا السلاح المنفلت الآن الميليشيات اقوى من الدولة تفرض شروطها على الدولة رؤيتها على الدولة والحقيقة هذا واحد من اقوى الاسباب والعوامل في اضعاف هذه الحكومات لعله السبب الداخلي الرئيسي فاعلن الميليشيات اضعفت الحكومات واهانتها هو من الاسباب الموجبة لاضعاف اي حكومة تشكل هو الميليشيات وجود قوة تعتقد يعني انها هي المنقذة وهي المقاومة وهي ضد الاحتلال وهي بطبيعة الحال تعمل على اضعاف الحكومة طبعا في الفترة الاخيرة يعني بدأت شوف استاذ ماجد يعني الحكومات حكومة بعد حكومة تغير نوع التأثير للاضعاف وليست الفكرة او الهدف الهدف هو يعني انتهينا من عنده انها اهداف اساسية لاضعاف الحكومة ولكن اسلوب او نوع لاضعاف هو من اهم اسبابها على الاقل في الفترة الحالية من الفين ومن بعد الفين وداعش ومرورا لحد اليوم هي حقيقة الوجود الميليشيات بكل اشكالها بكل اشكالها وهذا الطور طور حقيقة بشكل كبير هو بعد سيطرة تنظيم داعش على الاراضي العراقية تحت ذريعة انه يعني هذا الحرب المقدسة وغير ذلك كلها اسباب اليوم اوصلت البلد الى ان يكون بقبضة يعني بقبضة بقبضة ناس خارج السلطة الحقيقية اللي هم الميليشيات اللي هم ممثلين باسماء معينة معروفة كبيرة اذا اريد ان نتحدث بالشكل الدقيق تب ماجد اليوم اذا نضرب مثل يعني سريع اليوم مثلا الصراع على الكتلة الاكبر مع بين دكتور شمح لي قبل ان قبل ان نستفيد في قضية الكتلة الاكبر لعل هناك من انصار ومؤازري ومحبي الميليشيات في العراق الحقيقة يعترض على كلامك ان هذه الميليشيات هيمنت على الدولة وما ذلك وقد يقول ايضا ان هذه الميليشيات التي تتحدث عنها انها اضعفت الدولة اضعفت الحكومات الحقيقة هي من انقذ الحكومات في العراق عندما كما يقول طبعا المحبون والمؤازنون لها عندما اوقفت زحف الارهاب او داعش وحافظت على الدولة وحافظت على الحكومات فكيف يقال ان هذه الميليشيات اضعفت الحكومات واضعفت العراق نعم هذا سؤال كلش مهم كلش مهم وحقيقة ولابد من توضيح هذه القضية شوف عملية سيطرة تنظيم داعش على الاراضي العراقية وتهجير سكان هذه المناطق بحاجة الى حشد يعني شعبي الحشد الشعبي طبعا انا ما اقصد الحشد الشعبي اللي يدي يصير ولكن العبارة لحشد شعبي حشد وطني يصد مثل هكذا هجمة ويقيد الاراضي العراقية للعراقيين ويسكنهم ويرجحهم باراضهم يقعدون وبنفس الوقت ينتهي دوره يعني انا اليوم سؤال كلش مهم مثل بسيط شعبي حتى يكون قريب من الناس انا اليوم من افزع الجاري من يحترق بيته خو مو اقعد بيته مو اي شيء ستاعد ماجد نعم جاري احترق بيته انا فزعت له وطفيته وطفيت النار وساعته بالهدوم ما يخالف وبكل شيء بس خو مو ااخذ بيته غير اطلع من بيته واخلي ايش هي هاي النقطة انت جيت في زعز وسندت الحكومة وعادت الحكومة اللي سيطرتها على هذه المناطق يخوش غير تخلي الحكومة تنفذ مشاريع الخدمية تخلي الحكومة ترجع النازحين اذا هم النازحين حتى سماراجحين بيوتهم نعم خدماتها موجودة زين وين الدور شنو شنو اللي اتخليني آني احسان اعتبرني غريب ده اباوح شون اقدر اصدق انهم فعلا هاي الميليشيات جاي تقوي الحكومة اي حق يعني شون داشوف مو ملايين النازحين ما زالوا ومخارج مناطقهم وخارج ديارهم وما لهم حق العودة زين هاي شون تحلهي وكو مناطق يعني كارثة كبرى وكو مناطقهم كل ده يتحدث عنه انه يعني رئيس وزراء ما يقدر يوصلها ما يقدر يطبوا له واهلها الوين ما يعجبوا ما يقشون بالعراق هنو سعلا بس بها المنطقة ما يرجعون هذا منطق هذا ابعاف حقيقي يعني احنا لازم يعني موضج انه واحد يدافع عن يعني من تطوع دفاعا عن وطنه من تطوع عن دفاعا عن شعبه نعم دكتور اشكرك اشكرك واضح دكتور رارع رافع الفلاحي هذه الحكومات الحقيقة التي اتصفت بالضعف والهشاشة لم تستطع ان تغادر هذا الضعف او على الاقل تقوى نوعا ما على الرغم من كل هذا الحشد الاقليمي والدولي الذي توفر لها امريكا طبعا وفرت لها دعم سياسي غير محدود دعم عسكري دعم اقتصادي دعم مالي دعم امني دعم لوجستي هذا الحشد لم يستطع ان يخرج هذه الحكومات من حالة الضعفة الذي يعني يعني هذا الضعفة الذي عليه هذه الحكومات وكأنه هناك حالة تناقض حشد دولي كبير والحكومات تضعف لماذا هذا التناقض؟ ما هو استاذ ماجد يعني السؤال اللي يطرح نفسه لماذا هذا الحشد الدولي الاقليمي لمساعدة هذه الحكومات ما الهدف من عنده تقويته على ماذا بالنتيجة طلع تقويتها على الشعب تقويتها على الفساد على الخراب على المضي بالعراق الى الضعف اكثر فاكثر لان الكل يعرف انه هذه القوى التي تابعة للحكومة تابعة معرفة العملية السياسية لحساب الحاكمة قوى ميليشيوية من البداية كانت تعرف امريكا وكانت تعرف ايران تعرف القوى المتحكمة بالعراق انه هناك قوى شعبية في العراق لها قدرات على النهوض بالعراق هذه القوى تتمثل بكفاءات بقدرات اساتذة جامعات مهندسين الطباء علماء هذه كلها استهدفت من قبل الميليشيات اذرع هذه القوى التي حكمت العراق وما زالت تحكم العراق استهدفتها بشكل كبير قتلوا الذين قتلوا وكانوا بالآلاف والذين هجروا وكانوا بالملايين اربوا فبالتالي كل القوى التي ممكن ان تصنع الفارق من قوى فنية وقدرات مختزنة وقدرات ولها خبرات متراكمة كلها دفعت الى الخارج او قتلت انتهت انت امام هشاشة واضحة تمزيق هناك اقتصاد بيد دكتور اسمحني على ذكر الهشاشة الحقيقة المنطق التحليل منطق يقول ان امريكا او الدول القوى الغربية عندما تريد اضعاف نظام ترفع الدعم عنه ترفع ايدها عن هذا النظام وتتركه لقدره في مهب الريح الا في العراق امريكا والعالم كله يدعم هذا النظام وهذا النظام ذاهب الى في مهب الريح نظام هش على كف عفريت يعني هذا قضية يعني حقيقة تحتاج لفهم منطقية دعني اقول لك نعم مثال ربما واحد من الامثلة الكثيرة انت تساءل يعني امريكا جيشت الجيوش وجاءت بجيوش واحتلت العراق بهذه الطريقة وكانت تقول انه نسقط النظام طيب ما علاقة محطات الكهرباء في كلها لماذا تضرب محطات العراق الكهرباء لماذا تضرب محطات التصريف الصرف الصحي لماذا تضرب المستشفيات ما هذه هذه بناء ومؤسسات خدمية تخدم الشعب هي اخرجتها خارج خارج الخدمة جعلت الشعب العراقي محتاج الى ادوات تخدمة تقدم الى الخدمات صحيا كهرباء ماء طرق جسور عدد الجسور التي دمرت كم عدد المحطات الكهربائية التي دمرت عدد المستشفيات هذا كل جزء يعطيك لماذا جاءوا لماذا جاءوا ما هو المشروع وبالتالي هؤلاء هذه الحكومات التي جاءت فيما بعدهم لم تبني مستشفى واحدة اخر مستشفى بنيت بالعراق عام 1988 حد الان لم تبنى مستشفى واحدة لم تبنى جامعة واحدة التحليم في اسوأ حالاته الثقافة في اسوأ حالاته المجتمع في اسوأ حالاته الصحة في اسوأ حالاته الطرق الآن في كل سنة العراقيين يذهب ضحية آخر احصائية قراها عام تهرؤ الطرق هذه والدمار يعني مو بس الميليشيات تقتل الطرق ايضا تقتل اقرأ احصائية حوالي 3000 عراقي موتون سنويا على الطرق حوادث الطرق اضافة لا 15000 جرحون هؤلاء لماذا هذه لان الطرق متروكة القوانين ما كنت رعاها هذا كل جزء من الخراب الذي عممه فبالتالي كل الدعم الدولي والدعم الاقليمي لكي يبقى هذا النموذج الخرب انت تسأل من البداية هم لماذا جاءوا لاحتلال العراق هل جاءوا من اجل زاعة الدكتاتورية نعم مثل ما يقول ما الدكتاتوريات في العالم كثيرة لماذا لم لم يزيحوها لحد الان لماذا جاءوا على العراق فقط ما هذه هذه القضية بغض النظر انت يعني لا نتحدث ال كانت في العراق دكتاتورية لم تكون مو هذا هذا لكن اذا كانت في العراق دكتاتورية ماشي طيب هل في العراق الوحيد هو دكتاتورية تستحق من امريكا ان تأتي بجوش ثلاثمائة قوة خمسمائة الف وتحتل العراق وتدمر وتقيم حكومات في كل فيه ولم تفعل هذا في العالم كله اذا هناك غرض هو ان يبقى العراق ضعيفا ممزقا خاربا والميليشيات هذه هي التي تصومها تجول نعم من هذه النقطة دكتور دكتور نوري يعني هذا الضعف تمت اجماع بينك وبين دكتور رافع والكثير من المراقبين ان هذا الضعف هو اضعاف للحكومات التي تشكلت بعد العام الفين وثلاثة مقصود لمصالح القوى القوى العملية السياسية والميليشيات في الهيمنة على الدولة العراقية الاستحواذ على مقدراتها والفساد وما الى ذلك لكن الحقيقة هذا الاضعاف هذا يعني هذه الفلسفة ينطبق عليها انقلب السحر على الساحر يعني هذا الضعف والفساد انتج واقعا عاما مترديا في العراق وهذا الحقيقة قاد الى غضب وغليان شعبي ما زال مستعرا في تظاهرات تشرين والتي قبلها وهناك ايضا حراك شعبي الحقيقة الكثير من المحللين يتحدثون عنه حتى بلاس خارت تحدثت ان هناك غليانا شعبيا في العراق قابل للانفجار في اي لحظة هذا الاضعاف المقصود الحقيقة سينقلب الى تسونامي شعبي الحقيقة يأتي على النظام وعلى حكوماته نعم هو استاذ ماجي تشوف الضورة التشرين جاءت هي نتيجة هذا الضعف الحقيقة يعني نتيجة احتلاء نتيجة الدور الايراني نتيجة اداء الحكومة الضعيف بالتالي هو غيب هوية المواطنة غيبت البلد التحتية للدولة حتى الدعم الدولي اللي اشرت له استاذ ماجد بيتشوف الأمريكان لدول العالم بانه يجعمون العراق العراق هم ملد دعم العراق كدولة ولكن للنموذج أو للنموذج اللي هم صنعوه بطريقة المحاصصة يريدون استمراره وبقاءه حتى يبقى العراق ضعيف وهذا اللي حقيقة طبيعية حقيقة يعني اسباب طبيعية اذا لم تخرج حراكا شعبيا يعني اذا لم يخرج حراكا شعبيا لم يخرج انتفاضات حقيقية معناتها اكو مشكلة بالمجتمع العراقي والمجتمع العراقي سليم ما بيأي مشكلة بالعكس اكو تغييب دور المجتمع بهذه الطريقة ولكن تورة التشرين اثبتت للعالم بانه المجتمع الشاحب العراقي متماسك موجود دارك ما يتور حوله ولكن الظروف عفوا هنالا الموضوعية هي اللي تمنع تأخر الانتفاضات والثورات من 2011 لحده 2019 سنويا عندنا كانت انتفاضات قوية الحد ما هي جاءت تشرين وهي بتاع الثورة حقيقية على هذا النظام ولكن من اللي دفع بتقوية هذا النظام عفوا اللي قوى حقيقتا هذا النظام هو الدور الأممي بلا سخرت هي اللي تفتر على هاي قوة الى ان دكتور الى انت ارتاح اشكرك واضح اشكرك عفوا ارتاح دكتور رافع قوى العملية السياسية بعيدا عن الاعلام توقفت عد نقطة انه هذا الانفجار الشعبي كان بسبب حكوماتها الهشة والفاسدة والقمعية على الرغم من احاديث العلنية انه هذه التظاهرات او هذا الحراك عبارة عن مؤامرة خارجية تستهدف النظام الديمقراطي تستهدف نظام يعني اتباع ومحبي آل البيت تتوقع انها خلف الكاميرات خلف الاضواء تتكلم بالحقيقة انه هذا الانفجار نتيجة الفساد وليس مؤامرة هم يعرفون هم يعرفون كل القوى التي تحكم العراق منذ عام 2003 لحد الان وما زالت تحكم تعرف انه اسباب انفجار موجود هو فسادهم وخرابهم ودمارهم وعدم تقديمهم واضح العملية لا تحتاج الى يعني حسابات دقيقة وحسابات كلش معقدة للوصول الى هذه النتيجة لا واضح اي شخص بالشارع الان تسأله بسيط شخص امي لا يقرأ ولا يكتب يتحدث لك بلغة واضحة جدا جدا ما هي الاسباب وهم يعرفون هذه الحقيقة لكن دعني اقول لك انه هناك اهداف للقوى الخارجية واهداف للقوى الداخلية تخادمت فيما بينها ليضعاف العراق القوى الخارجية امريكا وايران تريد عراقا ضعيفا وتسلبه كل مقاوماته لذلك طوال الساطعة السنة سحقت كل البنى التحتية في العراق الان وصلنا الى سحق البنى التحتية يعني كم لدينا من بنى التحتية انتهت كلها بكل 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 تفاصيلها وبكل يعني عنوين انتهت اضافة الى هذا سيادة العراق واستقلاله وحدوده مفتوح الفساد هذا سلاح مرخص يعني دعني اصف بهذا الشكل سلاح مرخص الحكومة رخصته الاقليم رخصه دوليا مرخص لكي يفتك بالعراقيين وبالتالي كل هذا متروك هذه القوى الداخلية ساعدت تخادمت مع القوى الخارجية في انها تكون الادوات لخدمة هذا المشروع وصولا الى حالة انهم يعرفون انه الانفجار خارجيا وذا يعرفون ان الانفجار قادم ونفترض ان الانفجار الشعبي نعم ونفترض ان الانفجار الشعبي وهكذا سيحدث هم يفكرون بهذه الطريقة اوصلوا العراق الى السعق الكامل يعني وما زالوا هم يدفعون اذا اكوا هناك من بؤر محددة او مساحات محددة لم تجري عليها الجارفة او هذه الحادلات سيدفعونا باتجاهها وصولا الى الحالة التي حتى لو تغير الوضع جاءت حكومة وطنية البناء يحتاج الو بس دعني فقط بدقيقة البناء يحتاج كل بناء يحتاج الى وقت هذا البناء التراكم يحتاج الى وقت ان تبني البنى التحتية تعيد البنى التحتية يحتاجك الى وقت ان تبني الانسان المجتمع ترتب الامور هذا كله يحتاج الى وقت انت لان متخلف عن دول العالم والدول المحيطة بك ودول العالم كلها بعشرات السنين كم ستتخلف وانت تبني وهم يبنون هم سيصلون الى مراحل بعيدة عنك وبالتالي انت لن تستطيع فيما لو استطعت ان تقف على قدميك ان تكون البلد الذي كنت عليه بقدراتك الاقليمية برأيك بوجهة نظرك بتأثيرك بصناعاتك هذا كل محسوب وصولا الى لماذا ضعف العراق ولماذا يستمر ضعف العراق في هذه اللحظة السياسية هناك حديث يجري عن ان الحكومة القادمة ستكون حكومة اغلبية وطنية وان هذا النمط الحكومي مختلف تماما عن الانماط التي سبقت من 2003 الى اليوم هل فعلا هذه القوى قادرة على انتاج حكومة وطنية تحفظ سيادة تنتج قرارا وطنيا مستقلا تعالج التشوهات ولو تدريجيا التي تسببت بها العملية السياسية وحكوماتها الضعيفة من 2003 الى اليوم كل القوى استاذ ماجد الان الان كل القوى هذه نفس هي القوى القديمة التي شاركت منذ عام 2003 الى حد الان لم يختلف شيئا لكن هناك اعتراف بالاخطاء حتى لو اعترفوا بالاخطاء اعترفوا بمحاولة كسب الود أو كسب التعاطف الشعبي او اعطاهم فرصة بالتالي هم يعرفون ان كل القوى هي نفسها وهذه القوى هي المسؤولة عن خراب العراق وهي ادوات تخريب ولا يمكن ان تكون ادوات بناء يعني دعني اقول لك وبشكل واضح انه ليش التيار الصدري اللي اخذ اعلى المرأة هو كان بعيد عن تشكيل الحكومات ما هو جزء من هذه الحكومات من عام 2005 من تشكيل يعني اول انتخابات واول حكومة لحد الان وهوم يعترفون ومقتد الصدر يقول نحن يعني اساس كل تشكيل حكومة وتشكيل العملية السياسية وانتخاباتهم لم نكن نحن موجودين فيها لان لن تشكل الحكومات وهذا واقع الحال واخر حكومة اكثر من الفين منصب من افضل المناصب امنيا واقتصاديا وسياسيا فبالتالي هذه الحديث عن النهوض بالعراق كيف تنهض بالعراق بنفس القوى التي خربت العراق ودمرت العراق دعني اقول ربما بدأت بذكر شيء واحد فقط بس اعطي مثال الميليشيات هذه التي تحدثت عنها وتحدثت عن اللي يشترون طماطب مليار وستمائة مليون لايران يدفعونها ويشتروا الرقي هذا الرقي نعم بثلاث مليارات دولار في سنة واحدة فين وسبع عشر يعني كل بيت عراقي يعني يومية ثلاثين رقية وكل بيت عراقي اكثر من خمسين كيلو طماطب يصرف يومية هل هذا معقول هذا جزء من تهريب الاموال وتبيضها ودفعها الى ايران تخريب الاقتصاد العراقي ذلك العراق صار بلد مستورد بلد لا يعمل شيء لا ينتج شيء لا صناعيا ولا زراعيا ولا علميا هذا جزء من ضعف هذا ما تحدثت عنه النائبة السابقة في البرلمان وابنة رف سنجاني فائزة رف سنجاني انه لو لا اموال عراق يعني كان وضعيته هذا واقع الحال دكتور نوري نفس السؤال هل يمكن في ظل الحديث عن حكومة اغلبية وطنية ان تكون هذه الحكومة ضعيفة العفو قوية وليست ضعيفة قادرة على انجاز شيء مختلف عما كان لتدارك الوضع العام في العراق هذا المنهار لفعل شيء هل يمكن التعويل على هكذا طروحات في انتاج حكومة حقيقية قوية الحقيقة لا استاذ ماجد لانه الحكومة حتى هم يتحدثون او هم يطلقون على انها هي حكومة اغلبية وطنية هي خلاف الواقع لانه هم نفسهم اللي موجودين بالحكومات السابقة نفسهم راح يرجعون يزعمون يزعمون بانهم يريدون استبعاث بعض الاسماء لا اكثر ولا اقل يعني هو نفس الحكومات ولكن بعض الاشخاص راح يتم استبعاث لهيمنة الاخرين لا اكثر ولا اقل يعني هي ليست حكومة وطنية هي ما زالت في اطار المحاصصة وهو السبب الرئيسي السبب الرئيسي ليضعاف الحكومات المحاصصة اللي وضع القالب مالتا الاحتلال الامريكي والايراني وضعوا هذا القالب هم مغرجوا من هذا القالب فكيف ممكن تكون هي حكومة اغلبية وطنية والسؤال الرئيسي والمهم جدا رموز الحركة او رموز التحالف الثلاثي اليوم لماذا لا يذهبون باتجاه تمثيل هذه المناصر بمعنى لماذا لا يكون مقتضى الصدر هو نفس رئيس وزراء لماذا لا يكون سيد مسعول برزاني هو رئيس الجمهورية لانهم يعتقدون هم اكبر من هذه المناصر سؤال بسط شكرا لضيفنا الدكتور نوري حمدان الاعلامي والباحث السياسي كان معنا عبر السكايم وشكرا لضيفنا ايضا في الستوري الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي وشكرا لكم مشاهدين الكرام وحتى نلتقي في الاسبوع القادم في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة